تنطلق اليوم منافسات النسخة الثالثة عشر من فعالية أسبوع لمصنعة للإبحار الشراعي 2024 الذي تنظمه عمان للإبحار الشراعي في منتجع بارسيلو بولاية لمصنعة ويشارك في ذلك العالم أكثر من مئة بحار وبحارة يمثلون تسعة دول وستقام فعالية البطولة في مدرسة لمصنعة للإبحار الشراعي عبر خمس فئات من القوارب هي فئة قوارب الأوبتميست التي تعد القاعدة الأولى للبحار الناشئين للفئات العمرية وفئة قوارب الكافور إضافة إلى الفئات المفتوحة وتشمل كل من فئة قوارب الكا سيكس ولكا سيفن وفئة قوارب أر إس فنيتشر المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تم استحداثها وإدخالها في المنافسات لأول مرة في تاريخ الفعالية في عام 2021 وتتميز نسخة هذا العام من فعالية أسبوع لمصنعة للإبحار الشراعي بتنظيم دورات حصرية في الإبحار لخمسة وسبعين طالبا من طالبة المدارس حيث تتميز فرصة خوض تجربة الإبحار لمدة ثلاثة أيام أثناء المنافسات وتهدف هذه المبادرة إلى تأهيلهم كبحارة مبتدئين مما يمكنهم من المشاركة في الفعاليات المستقبلية والتنافس مع البحارة المحترفين في البطولات الإقليمية والدولية